في اليمن تواصل دغارات التحالف الذي تقوده الرياض والمواجهات بين قوات من الجيش واللجان الشعبية والقوات الموالية لرئيس هادي قبيل ساعات من بدء هدنة أعلنها التحالف أمس فيما بدأ المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مشاورات جديدة من الرياض قبل ساعات من بدء سرايان هدنة أعلنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن التقى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد رئيس عبد الرب ومنصور هادي ورئيس وزرائه خاد بحاح في الرياض وأعلن انتقالة التحالف أمس عن هدنة من طرف واحد لمدة خمسة أيام تبدأ أيام غدين الاثنين وتنتهي الجمعة بناء على طلب من رئيس هادي بحسب بيان التحالف الذي دعا أنصر الله للالتزام بالهدنة المعلنة من جهته جدد المبعوث الأممي دعواته لقرار وقف دائم لإطلاق النار والعودة للحوار في إطار تطبيق القرارات الأممية وأوضح ود الشيخ في بيانه أمس أنه يواصل مشاوراته مع الأطلاق المنية ودول المنطقة من أجل حل سلمي للأزمة وأضاف ود الشيخ أنه سيلتقي مسؤولين سعوديين وخليجيين في جولته في سياق المتصل ذكر التقرير الصحفي أن حركة أنصر الله وحلفاؤها السياسيين في صنعاء يتجهون لاتخاذ خطوات لسد الفراغ الدستوري القائم منذ أشهر وأوضح عضاوب المجلس السياسي للحركة وقال بالأخرى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تشكيل حكومة ومجلس رئاسي ميدانيا وفيما شن طيران التحالف غارات على عدة مواقع في صنعاء ومناطق أخرى بينها استهداف لواء المشات في أبيان تواصلت المواجهات بين قوات المؤيدة لهادي وقوات الجيش واللجان الشعبية في لحج وتعز ومأرب وتمكنت قوات الجيش وأنصر الله من تحقيق تقدم في عدة مناطق فيما تواصلت الاشتباكات على الحدود مع السعودية وسط أنباء عن قصف صاروخي يمني لمناطق سعودية وفي سياق آخر أعنت الشرطة اليمنية أن قنبلة انفجرت أسفل حفلة ركابي بمنطقة دار سلم في العاصمة صنعاء ما أسفل عن مقتل ثلاث أشخاص وعصابة خمسة آخرين ترجمة نانسي قنقر